الفصل الرابع الولدنسيون في وسط الظلام الدامس الذي جثم على الأرض في أثناء الفترة الطويلة التي كانت السيادة فيها للبابوات لم يكن ممكنا أن ينطفئ نور الحق تماما فلقد كان لله شهود في كل عصر رجال أعتنقوا الإيمان بالمسيح كالوسيط الوحيد بين الله والناس وتمسكوا بالكتاب المقدس كالقانون الوحيد للحياة وكانوا يقدسون السبت الحقيقي ولن تعرف شعوب الأجيال القادمة عظم الدين الكبير الذي في أعناقهم تجاه أسلافهم المجاهدين لقد وصموا بالهرطقة وكذبت نواياهم وبواعثهم وصدرت كتابتهم أو أحرقت وشوها الأعداء أخلاقهم ومع ذلك فقد ظلوا رصخين قد طوض ومن جيل إلى جيل ظلوا محتفظين بإيمانهم في نقاوته كميراث مقدس للأجيال اللاحقة إن تاريخ شعب الله في العصور المظلمة التي بدأت منذ أنصارة السيادة لروما هو سجل حافل بالأحداث ومكتوب في السماء وإن كان أهل العالم لا يعطونه المكانة اللائقة به وقليلة هي الآثار الدالة على وجود شعب الله هذا اللهم إلا في اتهامات مضطهديهم فلقد كانت سياسة روما تهدف إلى محوي كل آثار الانشقاق والخروج على عقائدها وقوانينها فكل ما كانت تعتبره هرطقة عمدت إلى ملاشاته سواء أكان مؤلفات أو أناسا فكلام الشك أو التساؤل فيما يختص بسلطة تعاليم البابا كان كفيلا بأن يضيع حق الإنسان في الحياة سواء كان من الأغنياء أو الفقراء العظماء أو الأدنياء وعمدت روما أيضا إلى إحراق كل الوثائق التي تثبت قسوتها على المنشقين عليها فلقد أصدرت المجامع الباباوية أوامرها بحرق مثل تلك السجلات قبل اختراع المطابع كانت الكتب قليلة العدد ونادرة الوجود وكانت ذات أحجام كبيرة بحيث لم يسهل حفظها ولهذا فلم يكن ما يمنع رجال كنيسة روما من تنفيذ أغراضهم لم تترك كنيسة ضمن حدود سيادة روما تنعم بحرية ضميرها من دون إزعاج فما أن حصلت الباباوية على السلطان حتى مدت يديها لتصحق كل من رفضوا الاعتراف بسيادتها وهكذا خضعت الكنائس لسلطانها الواحدة في أثر الأخرى في بريطانيا العظمى كانت المسيحية البدائية قد جذرت أصولها فالإنجيل الذي قبله البريطانيون في القرون الأولى لم يكن الارتداد الروماني قد أفسده وكانت الاتهاضات التي أثرها الأباطرة الوثنيون والتي امتدت حتى إلى هذه السواحل النائية هي الهدية الوحيدة التي حصلت عليها الكنائس من عاصمة الإمبراطورية وكثيرون من المسيحيين الذين هربوا من الاتهاض الواقع عليهم في إنجلترا وجدوا لأنفسهم ملاذا في الإسكتلاند ومن هناك انتقل الحق إلى إيرلندا وفي كل هذه الأقطار قبل الناس الحق بفرح عندما غزى السكسون بريطانيا كانت الوثنية سائدة على البلاد وقد استنكف الغزاة وترفعوا عن أن يتلقوا التعليم من أيدي عبيدهم فأرغم المسيحيون على التراجع إلى الجبال والقفار الموحشة ومع ذلك فالنور الذي احتجب إلى حين ظل مشتعلا وبعد ذلك بقرن من الزمان كان ذلك النور يضيء في اسكتلاندا بلمعان عظيم امتد إلى بلدان بعيدة ومن إيرلندا أتى كولومبا الطقي ومعاونوه الذين جمعوا حولهم المؤمنين المشتتين في جزيرة أيونا الموحشة وجعلوها مركز خدمتهم الكرازية ووجد بين أولئك الكارزين رجل كان يحفظ السبت الكتابي وهكذا قدم هذا الحق إلى الناس فأنشئت في أيونا مدرسة خرج منها المرسلون ليس إلى اسكتلاندا وانجلترا وحدهما بل أيضا إلى ألمانيا وسويسرا وحتى إلى إيطاليا نفسها فرق مدهش لكن روما صوبت بنظرها إلى بريطانيا وعقدت العزم على إخضاعها لسيادتها ففي القرن السادس أخذ مرسلوها على عاطقهم أمر هداية السكسون الوثنيين وقد قبلوا بكل سرور وترحيب من البرابرة المتكبرين فاستمالوا ألافا كثيرة منهم إلى العقيدة الرومانية وإذ تقدم العمل استضم الرؤساء البابويون والمهتدون بالمسيحيين الأصليين وبدى الفرق مدهشا بين الفريقين فقد كان المسيحيون قوما بسطاء متواضعين ومتمسكين بمبادئ الكتاب المقدس في أخلاقهم وتعليمهم وعادتهم أما البابويون فقد عرضوا خرافات البابوية وعظمتها وغطرستها وقد أمر مبعوث البابا هذه الكنائس المسيحية أن تعترف بسيادة البابا السامية وبكل وداع أجابه البريطانيون قائلين أنهم يريدون أن يحبوا جميع الناس وأن البابا ليس مخولا أمر السيادة في الكنيسة وكذلك فهم لا يقدمون له إلا الخضوع الذي هو من حق كل تابع للمسيح فبذلت عدة محاولات للظفر بولائهم لروما لكن هؤلاء المسيحيين الوضعاء إذ أذهلتهم الكبرياء التي أظهرها مبعوث روما أجاب بكل ثبات قائلين أنهم لا يعرفون سيدا آخر غير المسيح وهنا ظهرت روح الباباوية على حقيقتها فلقد قال ذلك الرئيس البابوي إذا كنتم لا تقبلون الإخوة الذين يأتوكم بالسلام فسيأتيكم الأعداء الذين يحملون إليكم الحرب والضمار وإذا لم تتحدوا معنا في إرشاد السكسون إلى طريق الحياة فستتلقون منهم ضربات الموت ولم يكن هذا كلاما عديم الجدوى فلقد استخدمت الحروب والمؤامرات والخداع والغدر ضد شهود إيمان الإنجيل هؤلاء إلى أن خربت كنائس بريطانيا أو أرغمت على الخضوع لسلطان البابا ولكن بعيدا من سلطان روما كانت توجد على امتداد القرون جماعات من المسيحيين ظلوا تقريبا أحرارا من الفساد الباباوي لقد كانوا محاطين بالوثنية وبمرور العصور تأثروا بأخطائها إلا أنهم ظلوا يعتبرون الكتاب المقدس كالقانون الوحيد للإيمان وتمسكوا بكثير من حقائقه هؤلاء المسيحيون كانوا يؤمنون بثبات شريعة الله ودوامها وكانوا يحفظون السبت الذي نصت عليه الوصية الرابعة والكنائس التي تمسكت بهذا الإيمان وهذا السلوك كانت في أواصط إفريقيا وبين أرمان أسيا الصغرى إيمان الوالدنسيين الوالدنسيون كانوا في طليعة من قاوموا اعتداءات السلطة الباباوية ففي البلاد نفسها التي ثبتت فيها الباباوية كرسيها لاقت أباطيلها وأكاذبها ومفاسدها أقسى مقاومة وقد ظلت كنائس بيدمونت محتفظة باستقلالها عدة قرون ولكن أخيرا جاء الوقت الذي فيه أصرت روما على إخضاع تلك الكنائس لسلطانها وبعد حروب غير مجدية ضد طغيان روما اعترف رؤساء هذه الكنائس مكرهين بسيادة تلك القوة التي بدى كأن كل العالم يبدي لها ولاءه ومع ذلك فقد وجد بعض من رفض الخضوع للبابا أو للأساقفة أولئك أسر على تقديم ولائهم لله وحده والاحتفاظ بنقاوة إيمانهم وبسطته وقد حدث انفصال فالذين ظلوا متمسكين بإيمانهم القديم انسحبوا بعيدا بعض منهم هجروا وطنهم في جبال الألب ليرفعوا راية الحق في بلدان غريبة بينما تراجع غيرهم إلى الوديان الصغيرة المنعزلة والمعاقل الصخرية في الجبال حيث احتفظوا بحريتهم في عبادة الله إن الإيمان الذي اعتنقه المسيحيون الولدنسيون وعلموا به عدة قرون كان على نقيد تعليم الكاذبة التي قدمتها روما لقد كانت عقائدهم الدينية مؤسسة على كلمة الله المكتوبة وهي دستور المسيحية الحقيقية لكن أولئك الفلاحين الوضعاء الذين كانوا يعيشون في معتكفاتهم الخفية وقد عزلوا عن العالم وهم دائبون على عملهم اليومي بين قطعانهم وكرومهم لم يصلوا من تلقاء أنفسهم إلى معرفة الحق الذي هو على نقيد عقائد الكنيسة المرتدة وضلالتها إن إيمانهم لم يكن حديث العهد لكن عقيدتهم الدينية كانت هي الإرث الذي أخذوه عن آبائهم لقد حربوا ونضلوا دفاعا عن إيمان الكنيسة الرسولية الإيمان المسلم مرة للقدسين يهوذة الإصحاح الثالث إن كنيسة المسيح الحقيقية حارسة كنوز الحق المدعى بين أيدي شعبه ليعطي للعالم كانت هي الكنيسة في البرية لا السلطة الدينية المتكبرة المتربعة على عرشها في عاصمة العالم من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انفصال الكنيسة الحقيقية عن روما هي الكراهية التي أبدتها هذه ليوم السبت المنصوص عنه في الكتاب وكما سبقا للأنبياء أن تنبأوا فقد ترحت السلطة البابوية الحق على الأرض فديست شريعة الله في الثرى بينما عظم الناس التقاليد والعادات البشرية ومجدوها والكنائس التي كانت خاضعة لحكم البابا أرغمت من البدء على إكرام يوم الأحد كيوم مقدس وفي وسط الضلالات والخرافات السائدة ارتبك كثيرون حتى من شعب الله الأمناء إلى حد أنهم مع كونهم قد حفظوا السبت كفه عن العمل في يوم الأحد أيضا لكن هذا لم يكن ليرضي الرؤساء البابويين فقد أمروا الشعب لا أن يقدسوا يوم الأحد فقط بل أيضا أن يدنسوا يوم السبت وبأقصى الألفاظ وأشدها توعدوا من يكرمونه ولم يتمكن أحد من حظ شريعة الله في سلام إلا بالهروب من تحت سلطان روما كان الويلدنسيون في طليعة شعوب أوروبا في الحصول على ترجمة الكتاب المقدس فقبل أيام الإصلاح بمئات السنين كانت في حوزتهم نسخ منه مكتوبة بخط اليد وفي لغتهم الوطنية لقد كان بين أيديهم الحق الإلهي النقي لا تشوبه شائبة وهذا جعلهم هدفا للكراهية والاتهاد لقد أعلنوا أن كنيسة روما هي بابل المرتدة الوارد ذكرها في سفر الرؤية فتصدوا لمقاومتها ومحاربة مفاسدها مخاطرين في ذلك بحياتهم وفي حين أن بعضا منهم عرضوا إيمانهم وعقيدتهم للهوان إذ تنازلوا شيئا فشيئا عن مبادئهم المميزة تحت ضغط الاضطهاد الطويل الأمد فإن آخرين ثبتوا متمسكين بالحق وعلى مدى عصور الظلم والارتداد وجد بعض الوالدنسيين الذين أنكروا على روما سيادتها ورفضوا عبادة الصور على أنها وثنية وقد حافظوا السبت الحقيقي وظلوا محتفظين بإيمانهم تحت أقصى عواصف المقاومة فمع أنهم تعنوا بحراب آل سافوي ولسعتهم نيران البابوية وأحرقتهم فقد ظلوا ثابتين لم يتراجعوا قيد أنملة بل دفعوا عن كلمة الله وكرمته بلا خوف وخلف الحصون العالية في الجبال التي كانت ملاذا للمتهضين على مر العصور وجد الوالدنسيون مخبأ لهم في تلك الأماكن ظل نور الحق متألقا ومضيئا في وسط ظلام العصور الوسطى ولمدى ألف سنة حافظ شهود الحق الإيمان القديم نقيا هناك الله أمدهم بالقوة لقد عد الله لشعبه مقدسا ذا جلال مهيب يتناسب وعظمة الحقائق المسلمة إليهم أمانة بين أيديهم وكانت الجبال في نظر أولئك المطرودين الأمناء رمزا لبر الرب وعدله الذي لا يتزعزع ولا ينقض وقد وجهوا أنظار أولادهم إلى المرتفعات الشاهقة من فوقهم في جلال ثابت وحدثوهم عن ذلك الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران الذي كلمته راصخة رسوخ الآكام الدهرية لقد ثبت الله الجبال ونطقها بالقوة ولا يمكن لغير ذراع القدرة اللامتناهية أن تزحزحها من أماكنها وبتلك القوة نفسها ثبت شريعته التي هي أساس حكمه في السماء وعلى الأرض يمكن لذراع الإنسان أن تمتد إلى بني جنسه وتقضي على حياتهم ولكن لو أمكن تلك الذراع أن تقتلع الجبال من أساستها وتلقي بها في أعماق البحر لا استطاعت أن تغير وصية واحدة من شريعة الرب أو تمحو وعدا واحدا من مواعيده للعملين بوصاياه والمتممين إرادته فينبغي لعبيد الله أن يظلوا راصخين كالجبال الثابتة عند إظهار ولائهم لشريعته كانت الجبال المحيطة بأودياتهم المنخفضة شاهدا دائما على قدرة الله الخالقة وضمانا لا يخيب أبدا لرعاية الله الحافظة ولقد تعلم أولئك الغرباء أن يحبوا تلك الرموز الصامطة المنبئة بحضور الله ولم يصدر عنهم تضمر أو تبرم من الحياة الشاقة التي كانت من نصبهم ولم يكونوا يحسون بالوحشة وهم معتزلون وحدهم في تلك الجبال بل شكر الله الذي هيأ لهم ملجأا يلذون به هروبا من غضب الناس وقسوتهم ولقد تهللت قلوبهم لأجل الحرية التي استطاعوا في ظلالها أن يقدموا إليه عبادتهم وفي غالب الأحيان عندما كان أعداؤهم يتعقبونهم كانوا يجدون في الجبال القوية الراسخة حصنا منيعا وبين الصخور العالية كانوا يتغنون بحمد الله فما استطاعت جيوش روما أن تسكت أغاني شكرهم اتسمت تقوى أدباع المسيح أولئك بالنقاوة والبساطة والغيرة كانوا يعتبرون مبادئ الحق أجل قدرا من البيوت والأراضي والأصدقاء والأقرباء وحتى الحياة نفسها وبكل غيرة واهتمام حاولوا أن يطبعوا هذه المبادئ في قلوب الأحداث والشباب فمنذ بكور الحداثة كان الصغار يتعلمون الكتب المقدسة ويقدسون مطالب شريعة الله كانت نسخ الكتاب قليلة ونادرة الوجود فلذلك كانوا يحفظون غيبا تلك الأقوال الثمينة وكان كثيرون منهم قادرين على تلاوة فصول كبيرة من العهدين القديم والجديد عن ظهر قلب وكانت أفكارهم عن الله مصحوبة دائما بمنظر الطبيعة الجليل وبركات حياتهم اليومية البسيطة وقد تعلم الصغار أن ينظروا بشكر إلى الله المعطي كل النعم والتعزيات هذا وإن الآباء مع ما كانوا يضمرونه لأولادهم من رقة ومحبة لم يفرطوا في حبهم لهم إلى حد السماح لهم بأن يتعودوا لانغماس في الملذات ذلك أن الحياة التي أمامهم كانت حياة التجارب والمشقات وقد تختم بالاستشهاد لذا دربوهم منذ طفولتهم على الصبر والقصوة وضبط النفس والاعتماد على أنفسهم في العمل والتفكير فتعلم الأبناء منذ الصغر أن يتحملوا المسؤوليات ويتحفظوا في كلامهم كما تعلموا حكمة الصمت ذلك لأن كلمة واحدة طائشة تقع على مسامع أعدائهم كانت كفيلة بأن توقع في الخطر ليس قائلها وحدة بل مئات من إخوته لأن أعداء الحق كانوا يطاردون كل من يجرؤ على المجاهرة بأن له الحرية في اختيار العقيدة الدينية التي طروقه كما تطارد الذئاب قطيعا من الخراف لقد ضحّل والدنسيون بالنجاح العالمي وكل أسباب الرفاهية لأجل الحق وبكل مواظبة وصبر جعلوا يكدون لجمع قوتهم فكل بقعة تصلح للزرع بين الجبال أصلحت بكل عناية والوديان وجوانب تلال الأقل خصوبة أصلحت لتجود بثمار وفيرة وكان الاقتصاد وإنكار الذات الصارم جزءا من التهذيب الذي أخذه الأبناء عن آبائهم وقد تعلم الأبناء أن الله يقصد أن تكون حياتهم تدريبا دائما وأنه يمكنهم الحصول على ما يحتاجون إليه بالكد والعمل الشخصي بالحكمة والتبصر والحرص والإيمان وكان نمط العيش هذا يتطلب الكد والمشقة ولكنه كان مصدر صحة لهم قوى عزائمهم وعضلتهم وهذا هو ما يحتاج إليه الإنسان في حالته حالة السقوط وهو المدرسة التي أعضها الله لتدريبه وتنمية قواه ومع تعود الشباب حياة الكد والعمل المضني لم تغفل تماما الثقافة العقلية فلقد تعلموا أن كل قواهم هي ملك لله وأنه ينبغي لهم إصلاحها كلها وتحسينها وتنميتها لأجل خدمته كانت كناعس الولدنسيون أو الفودو شبيهة بالكنيسة الرسولية الأولى في طهرتها وبساطتها فإذا رفضوا سيادة البابا والأساقفة تمسكوا بالكتاب المقدس على أنه السلطة العليا الوحيدة المعصومة من الخطأ ورعاتهم الذين كانوا يختلفون اختلافا بينا عن كهنة روما المتعجرفين اتبعوا مثال سيدهم الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم كانوا يرعون قطيع الله ويربضونهم في المراعي الخضر ويوردونهم ينبيع المياه الحية أي كلمته المقدسة فهناك بعيدا من تمثيل الفخامة البشرية والكبرياء اجدمع الشعب ليس في كنائس فخمة أو كاتدرائيات مهيبة بل تحت ظلال الجبال في وديان الألب وفي أوقات الخطر كانوا يلجأون إلى حصن بين السخور ليصغوا إلى كلام الحق من أفواه خدام المسيح ولم يكتف الرعاة بالمنادات بالإنجيل بل كانوا يزورون المرضى ويعلمون الأطفال وينذرون المخطئين ويدأبون في فض المنازعات وإنهاء الخصومات وإنماء روح الوفاق والمحبة الأخوية وفي أوقات السلم كان الشعب يعولونهم بتقدماتهم الطوعية ولكن كما كانت لبولس حرفة هي صناعة الخيام كذلك تعلم كل منهم حرفة أو مهنة يعول بها نفسه عندما تدعو الضرورة ولقد طلق الشباب تعليمهم على أيدي رعاتهم فعندما كانوا يدرسون العلوم العامة كان الكتاب المقدس مادة دراستهم الرئيسة فحافظوا ما ورد في إنجلي متى ويحنى عن ظهر قلب فضلا عن كثير من الرسائل ثم إنهم كانوا يقضون بعض وقتهم في نسخ الكتاب المقدس وكانت بعض تلك المخطوطات تحتوي على الكتاب كله لكن البعض الآخر كان يحتوي على مختارات منه فقط وكان بعض القادرين منهم يضيفون إلى تلك المختارات شروحا بسيطة لبعض الآيات وهكذا ظهرت للملأ كنوز الحق التي كان من قد تعظموا على الله قد أخفوها عن الناس أمدا طويلا فبصبر عظيم وجهد لا يكل نسخت الكتب المقدسة أحيانا في مغاور الأرض الصحيقة المظلمة على نور المشاعل كتبت آية بعد آية وإصحاحا بعد إصحاح وهكذا استمر العمل وهكذا كانت إرادة الله المعلنة تلمع كالذهب الخالص وقد زاد من لمعانيها ووضوحها وقوتها التجارب التي احتملها أولئك الأبرار في سبيلها ولم يتحقق من ذلك غير الذين قاموا بذلك العمل وكان ملائكة السماء يعسكرون حول العاملين الأمناء لقد لح الشيطان على الكهنة والأساقفة البابويين أن يدفنوا كلمة الحق تحت أكوام الضلالات والهرتقات والخرافات ولكنها بطريقة عجيبة حفظت في طهارتها ونقوتها مدى عصور الظلام كلها إنها لم تكن تحمل طابع إنسان بل طابع الله لقد بذل الناس جهودا لا تكل في إخفاء معاني أقوال الكتاب المقدس الواضحة البسيطة وجعلها تناقد شهادتها ولكن كما كان الفلك يسير على وجه المياه ذات الأمواج الصاخبة كذلك كلمة الله تنتصر على العواصف التي تتهددها بالهلاك وتقهرها وكما توجد في المنجم عروق الذهب والفضة مختبئة تحت سطح الأرض وهكذا على من يريد أن يكتشف كنوزها الثمينة أن يحفر ويحفر إلى عمق كبير كذلك أقوال الله المقدسة حوت كنوز الحق التي لا تكشف إلا لمن يطلبها بروح الغيرة والتواضع والصلاة لقد قصد الله أن يكون الكتاب المقدس هو الكتاب الذي ينبغي أن يتعلمه كل بني الإنسان في مراحل الطفولة والشباب والرجولة وأن يدرسوها في كل وقت ولقد أعطى الناس كلامه كإعلان عن نفسه فكل حق جديد يفهم ويدرك هو كشف جديد لصفات مبدعه ومعطيه إن درس الكلمة الإلهية هو الوسيلة التي رسمها الله لتقريب الناس إلى خالقهم وإيجاد صلة وفيقة بينه وبينهم وإعطائهم معرفة أوضح وأكمل لإرادته فكلمة الله هي وسيلة التخاطب بين الله والإنسان وإذ كان الوالدنسيون يعتبرون أن مخافة الرب هي رأس الحكمة لم يكونوا يجهلون أهمية الاتصال بالعالم ومعرفة الناس والحياة العملية لتوسيع المدارك وتنشيط الأخاسيس فأرسل بعض الشباب من مدارسهم في الجبال إلى معاهد العلم في مدن فرنسا وإيطاليا حيث كان المجال أوسع للتفكير والدرس والملاحظة مما كان في وطنهم في جبال الألب وقد تعرض أولئك الشباب الذين أرسلوا إلى تلك المعاهد للتجارب إذ شاهدوا الرذيلة واستضموا بأعوان الشيطان الماكرين الذين ألحوا عليهم في قبول أخبث الهرطقات وأخطر المخاتلات إلا أن تهذبهم الذي كانوا قد طلقوه منذ طفولتهم كان حصنا قويا أعدهم لمواجهة كل تلك الأمور وفي المدارس التي ذهبوا إليها لم يستأمنوا أحدا على أسرارهم وقد أعدت ملابسهم بحيث تخفي أعظم كنوزهم مخطوطات الكتب المقدسة الثمينة فهذه المخطوطات التي كانت ثمرة تعب شهور وسنين حملوها معهم وكلما سنحت لهم الفرص من دون أن يثيروا شبهة أحد كانوا يضعون بكل حرص وخذر أجزاء منها في طريق أولئك الذين كان يبدو لهم أن قلوبهم مفتوحة لقبول الحق إن هؤلاء الشبان الوالدنسيين تربوا منذ نعومة أظفارهم جعلين هذه الغاية نصب عيونهم فاهتضل بعض إلى الإيمان الحقيقي في معاهد العلم هذا وفي أحيان كثيرة وجد أن مبادئه قد تسربت إلى كل المدرسة ومع ذلك فإن الرؤساء البابويين بكل استجواباتهم الملحة وأسئلتهم المحرجة لم يستطيعوا تتبع هذا التعليم الذي قالوا عنه أنه هرطقة إلى منبعه إن روح المسيح هي روح تبشيرية وأول دافع يعتمل في نفس الإنسان المتجدد هو أن يأتي بالآخرين إلى المخلص هذه كانت روح هؤلاء الولدنسيين المسيحيين فلقد أحسوا بأن الله يطلب منهم شيئا أكثر من مجرد حفظ الحق في نقوته في كنائسهم وأن عليهم مسؤولية مقدسة هي أن يجعلوا نورهم يشرق على منهم في الظلمة وبقوة كلمة الله العظيمة حاولوا أن يخطموا قيود العبودية التي فرضتها روما على الناس وقد تربى خدام الولدنسيين وتدربوا على أن يكونوا مبشرين إذ كان يطلب من كل من يدخل الخدمة أن يكون له أول كل شيء اختبار المبشر وكان على كل منهم أن يخدم مدة ثلاث سنين في مركز تبشيري قبل أن يوكل إليه أمر رعاية كنيسة في وطنه فهذه الخدمة التي كانت تتطلب إنكار الذات والتضحية حالما يدخلها الخادم كانت تمهيدا مناسبا لحياة الراعي في تلك الأوقات التي محصت نفوس الناس والشبان الذين رسموا لهذه الوظيفة المقدسة لم يروا أمامهم أمالا مشرقة للثراء والمجد العالمي بل حياة الكد والمشقة والخطر وربما الاستشهاد وكان أولئك المبشرون يخرجون اثنين اثنين كما أرسل يسوع تلميذه وفي العادة كان يصحب الشاب رجل مسن محنك وكان الشاب يسير بموجة بإرشادات زميله الذي كان مسؤولا عن تدريبه كما كان يبالي بتعليماته ولم يكن هذان الزميلان يسيران متلازمين دائما بل كان في غالب الأحيان يجتمعان معا للصلاة والتشاور وهكذا كان الواحد منهما يشدد زميله في الإيمان بيدي أنهما لو باحا بغرض رسالتهما لكانت هزيمتهما أمرا مؤكدا ولذلك كان يحرصان على إخفاء شخصيتهما فقد كان كل خادم يتقن حرفة أو مهنة وكان أولئك المبشرون يتابعون عملهم تحت سطار الحرفة الزمنية وكانوا في العادة يخطرون أن يكونوا باعة متجولين كانوا يحملون أصناف الحرير والجواهر وغيرها من السلع التي لم يكن من السهل شراؤها في تلك الأيام إلا في الأسواق البعيدة وكان الناس يرحبون بهم كتجار في الأماكن التي لو عرف الناس فيها أنهم مبشرون لكانوا يطردونهم وكانوا طوال الوقت يرفعون قلوبهم في الصلاة إلى الله في طلب الحكمة حتى يوفروا للناس كنزا أثما من الذهب واللآلئ وكانوا يحملون معهم في السر نسخا من الكتاب المقدس بين طياط ثيابهم سواء كان الكتاب كاملا أو جزءا منه وكلما عردت لهم فرصة كانوا يسترعون انتباه زبائنهم إلى هذه المخطوطات وفي غالب الأحيان كانوا يقضون في نفوس الناس شوقا وحنينا إلى قراءة كلمة الله فكانوا بكل سرور يودعون بعض تلك النسخ بين أيدي من يرغبون في قبولها بدأ عمل هؤلاء المبشرين في السهول والوديان الرابضة عند سفوح جبالهم ولكنهم تدى إلى أماكن بعيدة وإذ كانوا يسيرون حفاتا في ملابسهم الخشنة التي علاها غبار الصفر كما كانت الحال مع سيدهم دخلوا المدن العظيمة واخترقوا البلدان البعيدة وفي كل مكان كانوا يلقون البذار الثمين وقد أقيمت كنائس في طريقهم كما شهد دم الشهداء للحق وسيكشف يوم الرب العظيم عن الحصاد الغني الوفير من النفوس التي جمعت إلى المخزن من طريق أتعاب هؤلاء الرجال الأمناء وخدماتهم وإذ كانت كلمة الله محتجبة وصامتة راحت تشق لنفسها طريقا في العالم المسيحي وتلاقي قبولا وفرحا في بيوت الناس وقلوبهم لم يكن الوالدنسيون يعتبرون كلام الله مجرد سجل لمعاملات الله مع الناس في الماضي وإعلانا لواجبات الحاضر وتبعاته وكفا بل كانت تلك الأقوال الإلهية كشفا وإعلانا لمخاطر المستقبل وأمجاده كانوا يعتقدون أن نهاية كل شيء لم تكن بعيدة منهم جدا ولما كانوا يدرسون الكتاب المقدس بالصلاة والدموع تأثروا تأثرا عميقا بأقواله الثمينة واقتنعوا بأن واجبهم يقتضيهم أن يعرفوا الآخرين بحقائقه المخلصة لقد وجدوا تدبير الخلاص معلنا في الكتاب بكل وضوح كما وجدوا العزاء والسلام والرجاء في الإيمان بيسوع ولأن النور أشرق على أفهامهم وأبهج قلوبهم طاقوا إلى أن يصلطوه على من كانوا جالسين في كورة الظلام ظلام الضلالات البابوية لقد رأوا أن جماهير من الناس باتباعهم تعليمات البابا والكهنة كانوا يحاولون عبثا الحصول على الغفران بتعذيب أجسامهم لأجل خطايا نفوسهم فإذ كانوا قد تعلموا أن يركنوا إلى أعمالهم الصالحة لتخلصهم كانوا دائما ينظرون إلى ذواتهم وكانوا يفكرون في حالتهم الخاطئة ويرون أنفسهم مستهدفين لغضب الله وعذاب الروح والجسد ومع ذلك لم يجدوا راحة أو عزاء هكذا كان كل إنسان حي الضمير مكبلا بتعليم روما إن ألوفا من الناس هجروا أقرباءهم وأصدقاءهم ليقضوا حياتهم في الأديرة كانوا يفردون على أنفسهم أصواما طويلة متكررة ويجلدون أنفسهم جلدا قاسيا ويتلون صلوات نصف الليل وقداساته وينطرحون على الأحجار الباردة الرطبة ساعات طويلة متعبة في مساكنهم الموحشة ويسافرون صفرا طويلا ليحجوا إلى الأماكن المقدسة وبالإذلال والتكفيرات المختلفة والعذابات المخيفة بهذه الوسائل وبكثير غيرها حاول ألوف الناس أن يحصلوا على السلام لضمائرهم كان يسيطر على قلوبهم أشعر بالخطيئة ويلازمهم الخوف من غضب الله وانتقامه فيتجلدون على احتمال آلامهم النفسية حتى تنهار أخيرا طبيعتهم المجهدة فيوارون الثرى من دون أن يبهج نفوسهم شعاع من نور ورجاء يوجهون الخطاط إلى المسيح طاق الوالدنسيون إلى أن يكسروا خبز الحياة ليناولوه لهذه الأنفس الجائعة وأن يكشفوا لهم رسالة السلام في موعيد الله ويوجهوا أنظرهم وقلوبهم إلى المسيح الذي هو رجاؤهم الوحيد في الخلاص إن العقيدة القائلة بأن الأعمال الصالحة يمكنها أن تكفر عن التعدي على شريعة الله اعتبروها هم عقيدة كاذبة فالاتكال على الاستحقاق البشري يتعارض مع فكرة محبة المسيح غير المحدودة لقد مات يسوع كذبيحة عن الإنسان لأن جنسنا الساقطة عاجز تماما عن عمل ما يمكن أن ينال به حذوة أو قبولا أمام الله واستحقاقات المخلص المصلوب والمقام هي أساس الإيمان المسيحي فاعتماد النفس على المسيح هو أمر حقيقي وارتباطها به ينبغي أن يكون وفيقا كارتباط العضو بالجسم والغصن بالكرمة جعل التعاليم البابوات والكهنة الناس ينظرون إلى صفات الله وحتى صفات المسيح كما لو كانت صفات عابسة وكئبة وكريهة فلقد صوروا المخلص كمن خلى قلبه من العطف على الإنسان في حالته الساقطة بحيث أنه كان ينبغي للناس أن يتوسلوا طالبين وسطة الكهنة والقدسين أما الذين استنارت عقولهم بكلمة الله فقد طاقوا إلى إرشاد هذه النفوس إلى يسوع كالمخلص المحب الرحيم الذي يقف باسطا ذراعيه داعينا الكل أن يأتوا إليه بأثقال خطاياهم وهمومهم ومتعبهم وكانوا يشتقون إلى إزالة كل العوائق والمعطلات التي كدسها الشيطان حتى لا يرى الناس المواعيد ويأتوا إلى الله مباشرة معترفين بخطاياهم ليحصلوا على الغفران والسلام مهاجمة مملكة الشيطان وبكل شوق كان المبشر الوالدنسي يكشف للعقول طالبة المعرفة حقائق الإنجيل الثمينة وبكل حذر كان يقدم بعض أجزاء من كلمة الله المقدسة المكتوبة بكل حرص وعناية وكان مما يبهج قلبه أن يعطي الرجاء للنفس طالبة للخلاص المضروبة بالخطيئة والتي تنظر إلى الله على أنه إله النقمة الموشك أن يجري عدله وكثيرا ما كان يكشف للإخوة عن المواعيد الثمينة التي ترشد الخاطئة إلى رجائه الوحيد وفيما هو يتكلم كانت شفتاه ترتعشان من فرط التأثر وعينه تدمعان وهو جاث على ركبتيه وعلى هذا النحو أشرق نور الحق مبددا ظلمات العقول فانقشعت سحب الكآبة حتى أشرقت في القلب شمس البر وفي إشراقتها الشفاء وفي غالب الأحيان كان يتلى فصل من الكتاب مرارا وتكرارا إذ كان السامعون يبدون رغبتهم في تكراره كأنما ليستوثقوا من صدق ما قد سمعوه وكان الناس يرغبون بالأخص في تكرار مثل هذه الأقوال ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية يحنى الأولى الإصحاح الأول العدد السابع وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يحنى الإصحاح الثالث العدد الرابع عشر والخامس عشر كثيرون من الناس ما كانوا لينخدعوا بالدعاءات روما فلقد رأوا بطلة وساطة الناس أو الملائكة لأجل الخاطئ وإذ أشرق النور الحقيقي على عقولهم كانوا يهتفون فرحا قائلين المسيح هو كاهننا ودمه ذبيحتنا ومذبحه كرسي اعترافنا وقد ألقوا أنفسهم بالتمام على استحقاقات يسوع مرددين هذه الأقوال بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه عبرانيين الإصحاح الحادي عشر العدد السادس وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص أعمال الإصحاح الرابع العدد الثاني عشر كان يقين محبة المخلص شيئا أكبر من أن تستوعبه بعض تلك النفوس المسكينة التي كانت في مهب العاصفة ولقد كانت الراحة التي حققها ذلك اليقين عظيمة جدا والنور الذي شع منه باهرا جدا حتى لقد بدى كأن أولئك الناس قد اختطفوا إلى السماء لقد وضعوا أيديهم بكل ثقة في يد المسيح وثبتوا أقدامهم على صخر الدهور انتفى عنهم كل خوف من الموت بل صاروا الآن يتحرقون شوقا إلى أن يطرحوا في أعماق السجون أو يحرقوا بالنار لو أمكنهم بذلك أن يكرموا اسم ثاديهم وهكذا أخرجت كلمة الله وكانت تقرأ في الأماكن الخفية وأحيانا كان السامع شخصا واحدا وأحيانا أخرى كانوا جماعة صغيرة من الناس المشتاقين إلى النور والحق وفي غالب الأحيان كانوا يقضون الليلة كله ساهرين يصغون إلى كلمة الله وكانت الدهشة والإعجاب يستوليان على السامعين بحيث أن رسول الرحمة ذاك كان كثيرا ما يضطر إلى التوقف عن القراءة حتى تستوعب أفهام السامعين معاني بشرة الخلاص وفي كثير من الأحيان كان بعض أولئك السامعين يسألون قائلين هل يقبل الله ذبيحتي حقا وهل سيبتسم في وجهي هل سيغفر لي فكان يأتيه الجواب من الكتاب قائلا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم متى الإصحاح الحادي عشر العدد الثامن والعشرون طريق الحق والحياة لقد تمسكوا بالوعد بإيمان وسمعت الاستجابة المفرحة تقول لن أقوم بالحج الطويل بعد اليوم ولن أسافر سفرا مضنيا إلى المعابد المقدسة إذ يمكنني الإتيان إلى يسوع كما أنا بخطيئتي ونجستي وهو لن يرذل صلاة التوبة والاسترحام التي أقدمها إليه مغفورة لك خطاياك حتى خطاياي أنا يمكن أن تغفر حينئذ كان يغمر القلب فيض من الفرح المقدس ويتعظم اسم يسوع في الشكر والتسبيح وكان أولئك السعداء المغبطون يعودون إلى بيوتهم لينشروا النور وعلى قدر استطاعاتهم كانوا يسردون اختبارهم الجديد على الآخرين وأنهم قد وجدوا الطريق الحي الحقيقي وكان يصحب كلام الله فيض من القوة المقدسة العجيبة فيصل إلى قلوب الناس المشتقين إلى الحق لقد كان هو صوت الله فكان يحمل معه قوة إقناع وتبكيت وصلت إلى قلوب السامعين بعد ذلك كان رسول الحق يسير في طريقه لكن مظهر الوداعة الذي بدى عليه وغيرته وإخلاصه وحماسته الشديدة كل تلك الصفات كانت موضوع تعليقات الناس المتعددة وفي حالات كثيرة لم يسأله سامعوه من أين أتى ولا إلى أين هو ذاهب ففي البدء غمرتهم الدهشة وبعد ذلك غمرهم الشكر والفرح إلى حد كبير حتى لم يفكروا في أن يسألوه وعندما ألحوا عليه في الذهاب معهم إلى بيوتهم كان يجيبهم قائلاً أن عليه أن يزور الخرافة الضالة عن القطيع فكانوا يتساءلون قائلين ألا يمكن أن يكون هذا الإنسان ملاكاً آتياً من السماء؟ في حالات كثيرة لم يعد الناس يرون رسول الحق مرة أخرى لقد صار في طريقه إلى بلدان أخرى أو لعله كان يقضي أيامه في سجن مظلم أو ربما استشهد ودفنت عظامه في الأرض التي كان يسير عليها شاهداً للناس لكن الأقوال التي نطق بها لم تذهب هباء كلا ولا تلاشت بل كانت تعمل عملها في قلوب السامعين وسيكشف يوم الدين عن تلك النتائج المباركة كاملة كان المبشرون الوالدنسيون دائبين على غزو مملكة الشيطان فثارت قوات الظلام ونشطت بمزيد من الحذر وكان سلطان الشر يراقب كل محاولة تبذل لتقدم رسالة الحق ونجاحها فأثار مخاوف أعوانه وقد رأى الرؤساء البابويون أن تلك الرسالة شؤم عليهم ونذير بالخطر على دعوتهم وأن ذلك الخطر يجئهم من أولئك المبشرين المتجولين الفقراء فلو سمح لنور الحق أن يضيء من دون عائق أو مانع فلابد أن يكتسح أمامه صحب الضلال الكثيفة التي اكتنفت الناس مرشدا عقولهم إلى الله وحده ولابد أن يأول الأمر إلى هدم سيادة روما إن مجرد وجود هذا الشعب المتمسك بإيمان الكنيسة الأولى كان شهادة دائمة على ارتداد روما ولذلك فقد أثاروا أقسى العداء والاتهاد المرير وإن رفضهم التنازل عن الكتب المقدسة والتفريط فيها كان أيضا إساءة لم تستطع روما السكوت عليها ولذلك عولت على أن تمحوا اسمهم وذكرهم عن وجه الأرض وحينئذ بدأت أرهب الحملات الصليبية ضد شعب الله في بيوتهم الجبلية وتعقبهم المخبرون والمحققون وتكررت مأساة هابيل البار وهو يسقط بيد قاين القاتل مرارا عديدة وقد خربت وأتلفت أراضيهم الخصبة مرارا وتكرارا كما اكتسحت مساكنهم وكنائسهم حتى أنه في الأماكن التي ازدهرت فيها قبلا الحقول والبيوت التي كان يسكنها ذلك الشعب البريء المجد الكدود لم يبقى غير الخراب لباب في البرية القاحلة فكما يزيد الوحش المفترس ضراوة عندما يلعق الدماء كذلك زاد طرام غضب البابويين بعد الألام والخسائر التي أوقعوها بأولئك الضحايا المساكين وقد طورد كثيرون من أولئك الشهود للحق النقي عبر الجبال واقتنسهم مطاردوهم في الوديان حيث اختبأوا أو حبسوا في الغابات العظيمة وقمم الجبال لم يكن من الممكن تقديم تهمة تمس أخلاق تلك الفئة المحرومة فحتى أعداؤهم أعلنوا أنهم شعب مسالم هادئ طقي لكن الجريمة العظمى كانت أنهم لم يريدوا أن يعبدوا الله حسب ما يريد البابا فلأجل هذه الجريمة الواحدة انهالت عليهم كل ألوان الإذلال والإهانات والعذبات التي قد تخطر على بال الناس أو الشياطين حملة على شهود الرب وعندما عزمت روما في زمن ما أن تستأصل هذه الطائفة المكروهة أصدر البابا مرسوما يقضي بإدانتهم كهراطقة وأسلمهم للذبح لم تكن التهمة المواجهة إليهم هي الكسل أو الخيانة أو الإخلال بالأمن والنظام بل أشيع عنهم بأنهم يتظاهرون بالطقوة والقداسة وهذا المظهر يخدع خراف الحضيرة الحقيقية لذلك أمر البابا قائلا تلك الطائفة الخبيثة الرجسة المطبوعة على الشر إذا رفض أفرادها أن يجحدوا تعليمهم فينباغي صحقهم كالحيات السامة فهل كان هذا العاهل المتعجرف يعرف أنه سيواجه هذا الكلام مرة أخرى وهل كان يعلم أنه قد سجل ضده في أصفار السماء وأنه سيجابه بهذا الكلام في يوم الدين لقد قال يسوع بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم متى الإصحاح الخامس والعشرون العدد الأربعون أوجب هذا المرسوم على كل عضو في الكنيسة أن يشترك في الحملة الصليبية ضد الهراطقة والذي حفز الناس على هذا العمل القاصي هو أنهم برئت ساحتهم من كل العقوبات الكنسية العامة منها والخاصة وكل من اشترك في تلك الحملة أعطيق من كل النظور التي أوجبها على نفسه وصار له الحق الشرعي في ملكية أي شيء يكون قد استولى عليه بغير وجه حق وأعطي وعدا بغفران كل خطاياه متى قتل أي من أولئك الهراطقة وقد ألغى ذلك المنشور كل عقد لصالح الوالدنسيين وأمر خدمهم بهجرهم وترك خدمتهم ونهى جميع الناس عن تقديم أي مساعدة لهم وأعطى كل الناس سلطانا بالاستلاء على أملاك الوالدنسيين هذه الوثيقة تكشف عن الروح الكامنة خلف كل تلك المشاهد والصوت الذي يسمع فيها ليس هو صوت المسيح بل هو زائر تنين إن الرؤساء البابويين رفضوا الامتثال لمقياس شريعة الله العظيم بل لقد أقاموا ووضعوا قانونا يناسبهم ويتفقوا ورغباتهم وعزموا على إرغام الناس على الامتثال له لأن هذه هي إرادة روما وقد حدثت أرهب المآسي وكان الكهنة والبابوات الفاسدون المجدفون يقومون بالعمل الذي عينه الشيطان لهم وما كان للرحمة أن تجد لنفسها سبيلا إلى قلوبهم فالروح نفسها التي صلبت المسيح وقتلت الرسل والروح نفسها التي حركت نيرون المتعطش إلى سفك الدماء الزكية ليقضي على الأمناء في عهده كانت دائبة في عملها لتبيد من الأرض أولئك الذين كانوا أحباء الله إن الاضطهادات التي حلت بهذا الشعب الخائف الله احتملوها قرونا عديدة بصبر وثبات وتمجد بذلك فديهم وعلى رغم الحملات الصليبية التي جندت عليهم والمذابح الوحشية التي حلت بهم فإنهم لم يكفوا عن إرسال مبشريهم ليبذروا بذار الحق الثمين لقد طردوا حتى الموت ومع ذلك أروت دماؤهم ذلك البذار المزروعة فلم يكف عن الإتيان بثمر وهكذا شاهد الوالدنسيون لله قبل ميلاد لوثر بعدة قرون فإذ تشتتوا في بلدان كثيرة زرعوا بذار الإصلاح الذي بدأ في أيام ويكلف ونمى وزاد وتأصل في أيام لوثر وسيظل هذا العمل متقدما إلى الأمام إلى انقضاء الظهر على أيدي من يرغبون أيضا في احتمال كل شيء من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح رؤيا الإصحاح الأول العدد التاسع ترجمة نانسي قنقر